وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي مادة الفلسفة تم الاستعانة بنوطة الأستاذ عبدالقادر الصالح في الحلب تقدمت مبادر الضوء بصوت المتطوعة نسرين أحمد يغطي هذا التسجيل الوحدة السادسة الدرس الأول بعنوان التأويل في الفكر العربي من الصفحة 143 حتى نهاية الصفحة 147 عنوان الدرس التأويل في الفكر العربي قضية للمناقشة ليس ثمة من تأويل نهائي للحقيقة فالحقيقة سيل من التأويلات 1. ما التأويل؟ 2. هل يمكن أن نأخذ الماضي وثقافته كما هي؟ أبرر إجابتي انتهت القضية أولا فقرى بعنوان معنى التأويل يعد مفهوم التأويل من المفاهيم القديمة في تاريخ الثقافات البشرية وكان يعني منذ بدايته نقل المقاصد ويدل على آلية وطريق التواصل بين ثقافات مختلفة ويعرفه لا لاند على أنه تفسير نصوص فلسفية أو دينية ويستخدم للتوفيق بين ظاهر النص وباطنه وهو أن يصير الشيء معقولا حتى يصبح المجهول معلوما والخفي واضحا أي فهم ما بين السطور وللفهم دور أساسي في عملية التأويل أي تجاوز ظاهر اللفظ والانتقال للبحث في المعنى فالتأويل يتناول الموضوعات كافة على أنها نصوص يمكن البحث فيها وتحليلها والغوص في أعماقها انتهت الفقرة مداخلة بعنوان أتحاور أتحاور مع رفاقي وأقدم تعريفي الخاص للتأويل انتهت المداخلة ثانيا فقرى بعنوان نماذج التأويل في الفلسفة العربية الوسيطة التأويل ليس مفهوما جديدا على الفكر العربي وإن كان يأخذ طابعا مخالفا إلا أنه كان متسقا مع التوجهات الفكرية في تلك المرحلة ألف التأويل وحركة الترجمة إن حركة الترجمة التي ظهرت عند العرب في العصر الوسيط أخذت طابعا تأويليا مهما للفلسفات اليونانية والمعارف الأخرى ذلك أن الترجمة في مضمونها يمكن أن تقارب الفهل التأويلي وينسب إلى العرب أول نشاط في الترجمة واسع النطاق ومنظم في التاريخ فالترجمة بدورها قامت بدور كبير في التعرف على الثقافات الأخرى وقراءاتها ولا سيما في محاولات بعض المتكلمين والفلسفة تطبيق هذه القراءات ومقارنتها مع التفاسير والاجتهادات لاحقة مداخلة بعنوان التحاور هل تعتقد أن الترجمة الحرفية تستطيع الوصول إلى جوهر النص المترجم؟ انتهت المداخلة با التأويل عند الفرق الكلامية برزت النزعة التأويلية عند العرب مع ظهور الفرق الكلامية التي شهدت جدلا دينيا كبيرا وعلى رأسهم المعتزلة في تعاملهم مع النص الديني ودورهم الكبير في إعمال العقد إذ لعب المتكلمون بصورة عامة والمعتزلة بصورة خاصة دورا كبيرا في تأسيس وظهور علوم اللغة خصوصا العلوم البلاغية ومن بينها علم البيان والمعاني فعلم الكلام هو التجربة الأولى لفهم ما وراء النص الديني دون التقييد بحرفية النص الذي حدد معالم التفكير التي أنتجتها الفلسفة لاحقا ضمن قراءات متعددة سؤال ما طريقة لفهم الموضوع؟ العقل أم التقليد؟ ولماذا؟ انتهى السؤال جيم التأويل عند ابن رشد شكلت فلسفة ابن رشد على ثقافية فلسفية في العصور البسطة العربية متميزة عن سابقاتها نظرا لرؤيته العقلية وامتلاكه ثقافة موسوعية بالفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي وكان له الدور الأكبر في تأسيس تأويلية عربية حيث وضع قواعد التأويل للكشف عن الحقائق الباطنية الكامنة خلف المعنى الظاهري للنص الدين لقد أعطى ابن رشد الأولوية للتأويل لمن هم من أهل البرهان العقلي ووسع دائرة العقل لتشمل قضايا وجودية كبيرة في الفكر الفلسفي سؤال ما القضايا التي يمكن أن أخضعها للتأويل ولماذا؟ انتهى السؤال نشاط رغم غياب المدارس الفلسفية العربية بمعناها المعروف في تاريخ الفلسفة نستطيع أن نلمس ملامح فلسفية كيف أرى الحضور الفلسفي في الفكر العربي المعاصم؟ انتهى النشاط ثالثا فقر بعنوان بعض اتجاهات التأويل في الفكر العربي الحديث والمعاصر نتيجة التأثيرات الغربية في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة تأثر الفكر الحديث والمعاصر بكثير من المنهجيات والاتجاهات الفكرية التي تخص العلوم الإنسانية مما أدى إلى اختلاف القراءات التأويلية وتنوعها ومن هذه الاتجاهات واحد الاتجاه المادي التاريخي ومن أهم ممثليه المفكر العربي حسين مروى الذي تقوم قراءته للتراث العربي على مبدأ أنه يجب الخروج بقضية التراث من كونها قضية الماضي أو كونها إسقاط الماضي على الحاضر إلى كونها قضية الحاضر نفسه إذ سعى إلى إقامة علاقة جدلية بين ما أنجز في الماضي وما يمكن إنجازه في المستقبل من خلال إعادة النظر في آليات التعامل مع التراث وكان قد تبنى المنهج المادي الجدلي لتوضيح العلاقة بين التراث والحداثة وآليات استيعاب هذا التراث إذ رفض القراءات المثالية وكذلك القراءات العرقية والعنصرية وأسس مشروعه الفكري عبر الطرح العلمي الدقيق من خلال البحث في الجذور التاريخية والسياسية التي أنتجت الأفكار في سياقها التاريخي بعيدا عن التصورات المثالية والفردية مداخلة بعنوان أفكر هل يمكن القطع مع التراث الماضي أو سحب النظريات الفكرية الماضية على ما هو حاضر بشكل عشوائي؟ أبرر إجابتي اثنين الاتجاه التاريخي الفكري أهم ممثليه المفكر العربي عبدالله العروي ويرى أن دور المؤرخ المؤول ترتيب الحدث التاريخي وقراءته قراءة منظمة واعية لملئ ما أسمعه بالفراغ التاريخي وذلك من خلال النظر الكلية والشمولية لحركة التاريخ وترتيب الحدث التاريخي والبحث في بنيته ومضامينه ورموزه فالتاريخ يتعرض إلى كثير من التشويهات وخاصة عندما يكون متعلقا بأيديولوجية معينة فإما أن يقوم بتضخيم أحداث متجاوزة للواقع من جهة أو إهمال ما يخالف الأفكار التي يعتقد بها المؤرخ من جهة ثانية فيشل حركة التاريخ ليصبح خارج عصره ولا ينتمي إليه سؤال هل القول بأن التاريخ وحدة كلية منتظمة أم علينا أن ندرس كل واقعة على حدى أبرر موقفي ثلاثة الاتجاه البنيوي في التأويل أهم ممثليه المفكر العربي محمد عابد الجابري اعتمد هذا الاتجاه المنهج البنيوي بوصفه منهجا فكريا وسعى من خلاله لتوضيح البنية الفكرية الأساسية التي تقوم عليها ثقافة الماضي والحاضر وحاول وضع قواعد محددة من أجل تحليل التراث والنص والخطاب بغية الوصول إلى العلاقات المكونة لهما ومن ثم إعادة هيكلتها لفهم التراث في أساليب سياغته وطرائق التعبير فيه مداخلة بعنوان التأول لا بد من إعادة بناء الوعي بالماضي والحاضر والعلاقة بينهما وهي عملية تتطلب التخطيط في آن واحد لثقافة الماضي وثقافة المستقبل انتهت المداخل أربعة أهمية الفكر التأويلي أصبح التأويل مطلبا ملحا في الحياة الفكرية المعاصرة بسبب تعقد المعرفة فيها والتباعد بين ثقافة الماضي والحاضر والصراع بين ثقافات وعقائد الشعوب ولا شك أن فلسفة التأويل تمثل تيارا أساسيا واسعا في الفلسفة المعاصرة لا يقتصر على النص الفلسفي والديني والأدبي فقط ولكنه يمتد أيضا ليشمل تأويل كل شيء يكون قابلا للفهم والتعقل كالرموز والأساطير والظواهر الفنية ولا بد من التأكيد على أن التأويل ليس مذهبا ولا نظرية إنما هو أسلوب في الفهم والمعرفة نشاط أبين دور التأويل وضرورته في تقدم الفكر انتهى النشاط الإجابة على أسئلة الدرس أولا أجيب عن الأسئلة الآتية واحد كان لابن رشد الدور الأكبر في تأسيس تأويلية عربية علل ذلك الجواب لأنه وضع قواعد التأويل للكشف عن الحقائق الباطنية الكامنة خلف المعنى الظاهري للنص انتهى الجواب 2- أوضح دور حركة الترجمة في ظهور التأويل الجواب قامت الترجمة بدور كبير في التعرف على الثقافات الأخرى وقراءتها لا سيما في محاولة بعض المتكلمين والفلاسفة تطبيق هذه القراءات ومقارنتها مع التفاسير والاجتهادات لاحقا انتهى الجواب 3- يسعى المنهج البنيوي إلى اعتماد قواعد محددة واضح ذلك الجواب من أجل تحليل التراث والنص والخطاب بغية الوصول إلى العلاقات المكونة لهما ومن ثم إعادة هيكلتها لفهم التراث في أساليب صياغته وترائق التعبير فيه انتهى الجواب 4- أبرر تبني حسين مروى المنهج المادي الجواب لتوضيح العلاقة بين التراث والحداثة وآليات استيعاب هذا التراث انتهى الجواب 5- عمد الجابري في قراءاته التأويلية إلى اعتماد المنهج البنيوي علل ذلك الجواب بوصفه منهجا فكريا وسعى من خلاله لتوضيح البنية الأساسية التي تقوم عليها ثقافة الماضي والحاضر انتهى الجواب 6- وازن بين رأي محمد عابد الجابري وعبدالله العروي في منهجيهما التأويليين الجابري سعى لتوضيح البنية الفكرية الأساسية التي تقوم عليها ثقافة الماضي والحاضر العروي يرى أن دور المؤرخ المؤول ترتيب الحدث التاريخي وقراءته قراءة منظمة واهية لملئ ما اسماه بالفراغ التاريخي انتهى الجواب 7- استنتج دور العقل في التأويل لدى المتكلمين اعتمد المتكلمين عامة والمعتزلة خاصة على العقل من أجل فهم النص الديني على العكس من الفرق الدينية الأخرى مثل الأشاعر وأهل النص وهي أول محاولة لفهم النص الديني دون التقييد بحرفية النص 8- أبين الطريقة التي يستخدمها المؤرخ في منهجه التأويل 9- الجواب ترتيب الحدث التاريخي وقراءته قراءة منظمة واهية لملء الفراغ التاريخي وذلك من خلال النظرة الكلية والشمولية لحركة التاريخ انتهى الجواب 10- ثانياً أجيب عن الموضوع التالي أقدم رؤية أوضح فيها أهمية التأويل في تقدم الفكر في الثقافة العربية من خلال دراسة للاتجاهات التأويلية في الفكر العربي المعاصر المقدمة تتضمن يعد مفهوم التأويل من المفاهيم القديمة في تاريخ الثقافات البشرية وكان يعني منذ بدايته نقل المقاصد ويدل على آلية وطريق تواصل بين الثقافات المختلفة السلب ويتضمن اتجاهات التأويل في الفكر العربي المعاصر الخاتمة والرأي الشخصي ختاماً أرى ومن وجهة نظري أن التأويل أصبح مطلباً ملحاً في الحياة الفكرية المعاصرة بسبب تعقد المعرفة فيها والتباعد بين ثقافة الماضي والحاضر انتهت الأسئلة انتهى التسجيل